في السياق عرب وزير طاقة القطري ورئيس تنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد الكعبي عن قلقه إذا توصل اضطرابات الشحر في البحر الأحمر الكعبي أكد أن التوترات في الشرق الأوسط ستحد من وصول المتجات للعملاء على المدى الطويلة كون عمليات التحويل ستزيد من تكلفة وطول الرحلات وسيؤثر بشكل ملموس على الحركة التجارية العالمية مؤكدا أن الحل في ذلك يكمن في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة لا أحد يريد الابتعاد عن البحر الأحمر بسبب التكلفة الابتعاد عنه سيضيف تكلفة ووقتا وأيضا قيودا على عملية التسليم الفعلية للعملاء قد لا يتم الشعور بتأثيرات هذا على المدى القصير ولكن على المدى الطويل سيؤدي ذلك في الواقع إلى إعاقة حركة شبكة النقل لذلك أعتقد أن هذه مشكلة مهمة للغاية استوجب حلها وأعتقد أن أصل المشكلة هو الغزو الإسرائيلي لغزة في رأيي أنه عندما يتوقف ذلك سيتوقف التأثير الاقتصادي السلبي على العالم بأسره وقال أن يتوقف الظهر الإسرائيلي لنه يتوقف